اشتركوا في القناة ضمن السلع والخدمات الاساسية المعفية من ضريبة القيمة المضافة وانوها معالي وزير النفط بان وزارة النفط على استعداد تام للتأكد من سلاسة سير عملية تزويد المشتقات النفطية ووصوله الى المستهلك عند تطبيق القيمة المضافة بحسب السعر الحالي وتطبيق الاعفاء الذي اجتملت عليه مشتقات النفط والغاز وقد ثمن معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط عاليا ان اخضاع قطاع النفط والغاز ومشتقاته للضريبة بنسبة الصفر بالمئة حيث بامكان اصحاب الاعمال الخاضعين للضريبة المسجلين للجهاز الوطني للضرائب الخليجية في مملكة البحرين من استرداد ضريبة المدخلات المدفوعة على تلك السلع والخدمات كما اشار معالي وزير النفط الى مراجعة آليات التطبيق بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة التجربية لتطبيق القيمة المضافة ترجمة نانسي قنقر